تشتاح فلسطين شوارع المدن حول العالم تلهب الصرخات الصادحة باسمها الأجواء والساحات لإيصال صوت المحاصرين تحت ركام بيوت غزة المدمرة تزين الأعلام الفلسطينية عواصم العالم ومدنه وتنطق صور أطفال غزة المرفوعة بأحلام هشمها عدوان الاحتلال وجرائمه هنا يصل الصوت رغم محاولات التضييق وتنصر الضحية المعروفة على حساب من يحاول لعب دورها لم ينفع التزوير الإعلامي ولا الترهيب الأمني في كبح المتعاطفين مع غزة فثورة الرأي العام على الرواية الإسرائيلية والغربية الرسمية تتصاعد وأبطالها المتظاهرون والمؤثرون يحاولون تجاوز قمع الأنظمة وعقبات وسائل التواصل الاجتماعي لإيصال الصورة الحقيقية لما يجري رواية مضللة ومستهلكة تستخف بعقول الشعوب باتت محاولات إعادة تدويرها نافيرة بالنسبة لكثيرين ما يوضح حجم التململ الغربي من تبريرات متكررة للجرائم الإسرائيلية وفي سابقة في التاريخ الأمريكي يتحرك مجلس مدينة ريتشموند بولاية كاليفورنيا ويصدر قرارا يتهم إسرائيل بارتكاب تطهير عرقي وعقاب جماعي بحق أهالي غزة فيما يدعم الفلسطينيين ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار تتساقط أوراق الرواية الإسرائيلية الساعية إلى تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم بمحاولة إظهارهم مجرد مجرمين أو حيوانات بشرية وفق توصيف المسؤولين الإسرائيليين رواية تكذب اليوم من على منبر الأمم المتحدة حيث على صوت أمينها العام ليؤكد أن هجمات حماس الأخيرة لم تأتي من فراغ فالشعب الفلسطيني تعرض للاحتلال الخانق منذ عشرات سنوات وهي مواقف تتمهى مع نبض الشارع الداعم لفلسطين والمؤمن بعدالة قضيتها مجرمتي أمينها شكرا للمعين شكرا للمشاهدة